معكم عزوج ممجي واسعد الله ايامكم الحلوة قبل ما اتكلم في اي حاجة يردت السرق في قناتي جادي اللقات و جادي العقبات و جادي كلام الحلو عندنا الفيديو اليوم سأتكلم عن هدفي انا ايه هو هدفي على اليوتيوب هدفي ايه في اليوتيوب طبعا هدفي في اليوتيوب ان انا بنجل فيديوهات حلوة منوعة يعني يعني انا مثلا مش هدفي فيديوهاتي كلها على اليوتيوب عن مثلا عن رياضة مش هدفي ايه فيديوهاتي حلوة في الشرقات منوعة لا تتحدث عن حب لا تتحدث عن الاحترام لا تتحدث عن حياة زوجية لا تتحدث عن مشاكل خيانة صاحب خيانة زوجية فى هي فيديوهاتي كلها منوعة حلوة فأنتم انتون اونا في قناتي زيت اللاقات و اكذبات تبقى حلوى تبقى حلوى على الواحد غير ما تلاقي الواحد يجعل الفيديوهات كلها على اليوتيوب عن الرياضة يجعل من هذا الطعم فكذلك يجب انتباه لك يجب أن تخلل الفيديوهات كلها على اليوتيوب منوعة لا تتكلم عن الحب وبترىها حلوة ومحترمة هذا هدف اليوتيوب يجب ان نزل الفيديوهات منوعة فيديوهات كلها طبعا حلوة وهذا اقول بالنسبة للمشاهدات هناك فيديوهات انا نزلتها ملع الفاتذة لا تتعرف عن ازبرش بالحليب مع كيك كرم وعن المكارونة باللحم وخلوم جاد المشاهدة فيها 3000-4000 فالمشاهدة ما جادت فيها انا استغرب كيف المشاهدة توصل ل3000-4000 والمشاركين عندي متين وخمسة اذا كنت من محبي فيديوهاتي استرقى في كنواتي جادة الاقات وجادة الاعجابات احسن عندما تروح تسترقى في كنوات ناس ملهس فايدة ملهس لازمة مع احترام عندما تسترقى فيديوهاتي يكون احلى واحسن فيديوهاتي حلوة منوعة اتكلم عن الحياة عن الحب عن اي حاجة حلوة كويسة وهكذا هو هدفي على اليوتيوب ويريد تسترقى في كناتي وانا اتعب ونزل فيديوهاتي وفي الاخر الاقي المشاهدات والشراك ثابت كما هو انتم بتديني امل انا بفرح لما لقي الاشتراك بيرتفع وليكات تغالة وعفوا يا حبايب على التعطيع ده هدف اليوتيوب ان انا ما نزل حاجات حلوة تفتح النشط خلينا في المهم انتم بتديني واحد امل وعلى الفكر انا بفرح لما بلاقي الاشتراكات بزيد مدام فيديوهاتي كلها حلوة ومنوعة انا عايز اتمنى الاشتراك يوسع للالاف باش الاشتراك ثابت المشاهدة عالية تنسى لتلاتلاف والمشاركين عندي 25 فهو ده هدف اليوتيوب ان انا نزل حاجات حلوة تفتح نفسياتي ونفسياتكم وشكرا لكم